اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف براشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة وخلال الاجتماع أشهد سعادة وزير الخارجية بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات وما وصل إليه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك من مستويات متقدمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين مؤكدا أهمية الدور البناء الذي تقوم به اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة وفرق العمل والجهود التي تبدلها لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق المشترك تجاه كافة القضايا السياسية والتحديات التي تواجه المنطقة من جانبه أعرب سعادة السيد جيمس كليفرلي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيدا بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تطور ونماء في مختلف المجالات مؤكدا حرص الحكومة البريطانية على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والإسهام في دفع مسيرة التعاون إلى مجالات أشمل متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار وجرى بحث علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها خدمة للمصالح المشتركة بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وعدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بعدها ترأس الوزير الاجتماع الثالث عشر للجنة البحرينية البريطانية المشتركة حيث تم استعراض القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التعاون الأمني والتعاون المتعدد الأطراف والتعاون التجاري وقد قام سعادة وزير الخارجية ووزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة بالتوقيع على خطة العمل المشترك وقد شارك في اجتماع اللجنة معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وسعادة السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيدة يارا رضا فرج منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية وسعادة السفير عيشة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي كما حضرها من الجانب البريطاني سعادة السيد رودي دارموند السفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير البريطاني ترجمة نانسي قنقر